أفادت مصادر فلسطينية بإصابة ستة فلسطينيين بالرصاص الحي من بينهم إصابة حرجة في الرأس في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية المغير شرقي مدينة رامالة بالضفة الغربية المحتلة أضفت المصادر ذاتها أن المستوطنين الإسرائيليين أضرموا نيران في عدد من المنازل ما أدى إلى إحراقها بالكامل في سياق متصل هاجم مستوطنون آخرون مركبات لفلسطينيين قرب دوار عين سينيا شمالي رامالة ما أدى إلى تضرر عدد منها كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وتعرضت عشرات المنازل للحرق في هجوم للمستوطنين على بلدة دومة جنوبي نبلس بالضفة الغربية المحتلة